السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكوليسترول لسنوات وسنوات مضت تم التعامل مع الكوليسترول بطريقة خاطئة بل بطريقة حمقاء كارثة بكل ما تعني الكلمة عندما تغير اسلوب حياتك ستصبح أكثر صحة وستفقد وزنك الزائد وستشعر بتحسن على مختلف المستويات أنت ستتحسن وكل المعطيات والمؤشرات الصحية الخاصة بك ستتحسن معدى مؤشر واحد طبيبك يصر على أنك يجب أن تتخلى عن نظام حياتك الصحي ونظام تغذيتك الصحي وأن تتبع نظام غذائي منخفض الدهون والمبرر هو LDL مستوى الدهون الضارة عندك مرتفع برأيه LDL الكوليسترول السيء ليس هو من يشير للخطورة على صحتك وحياتك ارتفاع تريغليسيرايد الدهون الثلاثية هي الخطيرة على صحتك وحياتك عليك بمعرفة الحقيقة اليوم بعد فهم ما يجري وما عليك فعله المشكلة والعقدة بالموضوع هي الكوليسترول عندك أعلى من 200 وهذه الفكرة خاطئة كوليسترول أعلى من 200 لا يعني وصفة دوائية للأسف يصف لك مباشرة دواء من ستاتينات ستاتين هل دواء ستاتين يخفض الكوليسترول؟ نعم هو يخفض الكوليسترول لكن السؤال الأهم هل خفض الكوليسترول بدواء ستاتين مفيد فعلا أم أنه ضار؟ وأي كوليسترول سيقوم دواء ستاتين بخفضه؟ هل سيخفض LDL الكوليسترول الضار؟ وهل دواء ستاتين يقلل من احتمال إصابتك بأمراض القلب؟ أسئلة مشروعة وهمة يجب أن تسألها لنفسك وأن تعرف أجوبتها والجواب الأبحاث والدراسات الحديثة أظهرت عكس ذلك تماما فارتفاع الكوليسترول يرتبط بانخفاض معدل الوفيات وتحسن وظائف جسمك وإجهستك وإدراكك ووعيك حتى مع تقدمك بالعمر كتاب الدواء ستاتين هو نعم لخفض الكوليسترول لكنه ليس بالأمر الجيد ولا يحمي من أمراض القلب إنه الخطأ الكبير هذا الخطأ هو بروتوكول عالمي ويعتبر معيار رعاية صحي بمعنى أن الدواء يوصف لك ليحميك من أمراض القلب والشرائين طيب إذا سألنا سؤال فوق 200 كوليسترول مرتفع ويحتاج لعلاج بدواء ستاتين هل تعلم أن كوليسترول 185 أو 190 يمكن أن يكون غير صحي؟ وأن كوليسترول 280 يمكن أن يكون صحي؟ إذن مستوى الكوليسترول المرتفع لا يعني بالضرورة أنه سيء وغير صحي والعلاج يكون بمعرفة السبب وجذر المشكلة وأصلها الكوليسترول هو النتيجة وليس السبب الكوليسترول هو المسعف الكوليسترول هو الضماض هو مسعف لك لإنقاذك هو ضماض لجروح شرائينك هل نقتل المسعف ونقتل من يضمد جرح شرائينك أم نبحث عن السبب الذي أدى إلى الجروح ونحارب السبب ونعالج أصل المشكلة قد تكون من الأشخاص الذين يرددون أن الكوليسترول عدو القلب والشرائين والدماغ لكن هذا غير صحيح الكبد بشكل طبيعي يصنع 3 إلى 4 جرام كوليسترول يوميا هذا غير الكوليسترول الذي تتناوله أنت في طعامك العلاقة قوية بين أمراض القلب والأوعية الدموية من جهة وبين الالتهاب المزمن ومقاومة الإنسولين والإجهاد التأكسدي من جهة أخرى وهناك ارتباط ضعيف جدا بين الكوليسترول وأمراض القلب والأوعية الدموية بتعرف متى يمكن أن يكون الكوليسترول عندك غير جيد وغير متوازن هذا مرتبط ارتباط وثيق بارتفاع السكر بالدم ارتفاع الإنسولين بالدم ارتفاع السكر التراكمي أو الخضاب الجلوكوزي ارتفاع الدهون الثلاثية لإجليسيرايد انخفاض HDL الكوليسترول الحميد ارتفاع نسبة الكوليسترول الكلي للHDL وأيضا حجم LDL الكوليسترول الضار عرفت وين الفكرة؟ إذن تناول السكر والنشويات أو الكربوهايدريت تؤدي إلى ارتفاع السكر بالدم وبالتالي إفراز الإنسولين وارتفاع الإنسولين بالدم الاستمرار بنظام تغذية عالي السكريات والكربوهايدريت يعني أنك بطريقك نحو مقاومة الإنسولين وبعدها السكر التراكمي أيضا سيرتفع مقاومة إنسولين يعني الخلايا لن تقبل السكر ولن تخزن السكر بعد الآن خزنت ما يكفي ولن تستقبل السكر بعد هذه اللحظة إذن ما مصير السكر السكر الذي لن تستقبله الخلايا بسبب مقاومة الإنسولين سيتحول إلى دهون ثلاثية ري غليسيرايت شديدة الخطورة على صحتك وعلى حياتك طيب هل تعرف ما هو السبب الحقيقي لتصلب الشرائين؟ LDL المؤكسد يمكن أن يودي إلى تخريب وإطلاف البطاني الداخلي إلى الأوعية الدموية وإحداث فجوات فيها الفجوات تكبر كريات الدم البيضاء ستقوم بملاحقة LDL والتهامه ويتم التعامل مع LDL المؤكسد في هذه الحالة على أنه دخيل وغريب ويجب القضاء عليه جهازك المناعي فقط هو القادر على ذلك وهنا يتم التعامل معه وكأنه فيروس أو بكتيريا أو فطور ويجب التخلص منه كريات الدم البيضاء تقوم بالتهامه وحماية الشرائين منه وتصبح على شكل خلايا رغوية التهمت وبلعت LDL لكن المشكلة التي تحدث هي أنه الخلايا الرغوية تصبح هي اللويحة طيب خلينا نتعرف على إيجابيات وسلبيات دواء استاتين الذي يقوم بخفض الكوليسترول يجب أن نعرف نوع الكوليسترول الذي يخفضه فعلا هو لن يخفض الكوليسترول الضار إنما سيخفض الكوليسترول الكل أنت بإمكانك خفض LDL المؤكسد التالف فقط إذا كان نظام المناعة يعمل وجسمك بإمكانه القيام بذلك إذا قمت بتقليل مستوى الأكسدة العلاج الأفضل هو علاج أصل المشكلة وأصل المشكلة هي الأكسدة ومقاومة الإنسولين والالتهاب هل تعلم أنك عند تناول دواء استاتين فإن الدواء يمنع بعض الإنزيمات من القيام بعملها الكوليسترول له وظائف عظيمة في الجسم هو مسؤول عن إنتاج كل شيء في جسمك الكوليسترول هام لصحة دماغك وقلبك وجهازك العصبي هام لصناعة أغشية خلايا الجسم عندك هام جدا لتصنيع فيتامين دال وأيضا هام في صناعة هرمونات الغدية الكازارية دواء استاتين يسبب إجهاد العضلات وأمراضها وضعفها تذكر أن قلبك عضلة من عضلات جسمك وهي العضلة الأهم وتناولك لدواء استاتين لن يحميك من الكوليسترول ومن انسداد الشرائين أنت عم تتناول دواء يوقف تماما عملية إنتاج الطاقة وإيصالها إلى قلبك وهذا يؤدي إلى أن قلبك سيجبر على العمل بجهد أكبر وينتج عن ذلك أمراض قلبية عديدة أهمها ضخامة العضلة القلبية أما الكبد فهو أيضا سيجبر على بذل جهد أكبر لإنتاج الكوليسترول وعندما أقول أن استاتين يمنع إنتاج الطاقة فيجب أن نعرف أن هناك مكان صغير في جسمك يستخدم طاقة أكبر من أي مكان هل تعرف أين؟ الدماغ يستخدم 20% من الطاقة الموجودة في جسمك عليك أن تختار إما تناول استاتين مع مشاكله وأضراره جسيمة أو التوقف مباشرة عن تناول السكر الأبيض المكرر والحلويات والزيوت النباتية السائلة والمهدرجة وأنك تمتنع عن تناول الجلوتين والحليب وتقلل النشويات LDL هو صديقك اللي حولته أنت من صديق إلى عدو بسبب نظام حياتك الخاطئ ونظام تغذيتك السيئ التزم بنظام غذاء صحي غني بالبروتين الحيواني أسماك، لحم دجاج، بيض، دهون صحية، زبدة بلدية، سمم بلدي حيواني زيت زيتون، زيتون، أفوغادو المكملات الغذائية المفيدة لرفع الكوليسترول الحميد عندك وخفض الكوليسترول الضار وحماية قلبك ودماغك من الجلطات فيتامين دال، ماجنزيوم، أوميغا ثري هذه المكملات يمكن تناولها بشكل يومي حبي يوميا لمدة شهرين ثم يتم تناولها بشكل متقطع أنصحك باتباع نظام صيام متقطع وبرياضة المشي والامتناع عن التدخين وشرب الكحول وأنصحك بشرب الماء 8 إلى 10 أكواب يوميا والنوم المبكر والاستيقاظ المبكر وأنصحك بالابتعاد قدر الإمكان عن الضغط النفسي سترس بشكركم وبحبكم جميعا وبتشرف فيكم وسعيد بوجودكم بقناتي ودعمكم إلي محبتي لكبيري وتمنياتي القلبية بالخير والصحة والسعادة والسلام لكم والعالم أجمع كنت معكم أنا الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته